نفتح ملفنا للنقاش خلال هذا الموعد الإخباري الصباحي والذي خصصناه لأشأن التربوي وتسلط الضوء على نتائج الفصل الثاني بين الترحيب والتحفظ خاصة صلطنا الضوء خلال هذا النقاش عن نتائج الأقسام النهائية وكذلك الطلبة المقبلين على شهادة الباكالوريا أين أزل السطار على الفصل الثاني بنتائج كارثية خاصة لتلاميذ المرحلة النهائية نتائج يعتبرها الأولياء بالمخيبة في وقت يلقي الأساتدى اللوم على الدروس الخصوصية نسيمة الوافي وطارق الدريدي والتفاصيل الساعة تشير إلى حوالي العشر صباحا هنا بثنوية المقراني أولياء يجرون أرجل الخيبة والصدمة بادية على وجوههم بعد الإطلاع على معدلة أبنائهم التي تروحت بين النتائج الكارثية الضعيفة والمتوسطة ما لم يرغب أبدا للأولياء فصل أول وليدي جاب ملاحة بعد ذلك هذا الفصل هذه جاب إندرتس عونص قدرت أقول لي بلك أتحطم كامل لأن المعنوياتها كامل إذا أتحطت لا أشرفها مع بلش أنا كنتشوف فيها خرجت أن أبكي أنا متوسطين هذا الفصل هذا الأول أنا خدمه مليح وهذا الثاني شوية حبته تدهور نتائج الفصل الثاني خاصة لدى تلاميذ الأقسام النهائية يرجعه أهل الإختصاص إلى تغيب التلاميذ المتكرر عن حضور الحصص والاتكال على الدروس الخصوصية هو تراجع وتقهقر لدى الكثير من تلاميذ والسبب راجع إلى الغيابات دايما نتكلم مع تلاميذ نقول لهم لو كان حقا أن هذه الدروس الخصوصية جاءت بنتيجة لظهرت في كشوف النقاط للفصل الثاني كثرة الإصلاحات والإضرابات التي مست القطع عامل أول لتدني نتائج الفصل الثاني ما يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى عجز الوصاية في تحقيق المستوى وتطوير المدرسة الجزائرية التي طالما تغنت بها تيمن في شن تربوي نتائج الفصل الثاني أن رفعت التلميذ إكرام تحدي الحصول على معدل 19 من أصل 20 في المستوى الثانوي وهي اليوم تقتسم فرحة الامتياز رفقة عائلتها إكرام طيباوي ومحمد سعداوي هو يوم استلام كشف النقاط تخرج إكرام رفقة والدها من الثانوية متحصلة على معدل فاق 19 من 20 امتياز تريد اقتسامه مع عائلتها التي ساهمت في إحرازه كان عندها روح المسؤولية تقرأ وحدها تقريبا الدرس تحفظه في المؤسسة تشد نفتن ما تبدأ تقرأ ما تعبتني شو الحقيقة العربي وعندها تحب تقرأ في المدرسة وأنا كنت مقرر فيها والحمد لله يعني نجحت يعني ركت حالي قصتها في الابتداء هي الأولى يعني ما كانش يعني هذا ما نكن نقول لك الأولى في الابتداء وفي المتوسط وكذلك في الثانوية في هذه الغرفة ترسم إكرام نجحها الدراسية إلا أنها الآن توظب أدوتها استعددا لأخذ قصة من الراحة بعد فصل كامل من العمل للتحصل على الامتياز هي صح أن الأمر لم يكن بالسهل لكن أنا تمنيت أني نتحصل على مواد التسعة عشر خاصة في الثانوية لأنه كنت في تحدي مع المراقب العامل أستاذ كريم كنت في تحدي معها على هذه العلامة أتمنى أني نتحصل على نفس هذه العلامة في الباكالوريا أتمنى وبإذن الله نكمل مئتين لأنه هذا كان بنسبة حلم لي وأيضا حلم الأمي كانت من 8 سنين كنا طبيبة بمثل هذا المعدل تأمل إكرام أن تتحصل على شهادة الباكالوريا وغايتها هي دخول كلية الطب لتحقق حلم والديها نبقى دائما المشاهدين مع نتائج الفصل الثاني فاستلام كشفات نقاط الفصل الثاني كانت فرصة لاجتماع أولياء التلميذ بالأساتذة من أجل استفسار عن نتائج أبنائهم لليا داود ورفيق خلف الله يفصلان في التقرير التالي رايان تلميذ مقبل على اجتياز شهادة التعليم المتوسط جاء اليوم لاستلام كشفة نقاط الفصل الثاني رفقة والده الفرحة بادية على وجهه فالنتيجة كانت جد مرضية تحسنت بالفصل الأول طلعت بزاف جبتني لمعين الفصل الأول جبت سفين دو هذه المرة جبت ديس ست فرقل سيكون دو طلعت بزاف فارغ كبير لا لا الحمد لله يعني كانت أحس أن الفصل الأول جابت هنا والفصل الثاني هذا جاب بمتياز معدل سبعة تاش فاصل خلين وخمسين الحمد لله وضب يعني في العمل التعوقفنا معهم ونشكره ثاني للمؤسسة كاملة هنا المعلمين الأساتذة المراقبين المدير كامل صهروا ثاني على النجاح تعتلميذ برك الله كشف النقاط جمعت الأولياء بالأساتذة في قاعات الدراسة للاستفسار عن سلوك أبنائهم بالقسم وكذا النتائج التي عرفت تحسنا ملحوظا بالفصل الثاني حسب الأساتذة هذا الفصل رنمان الحسن الجيد نتائج بصفة عامة نتائج تلميذ معدلة العامة للفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول كان فيه تحسن ملحوظ عند التلميذ فصل الثاني مقارنة بالحجم الساعي المدى الزمانية يبقى قصير لهذا نوجده تحسن في النتائج بين الفصل الأول وفصل الثاني للسلوك للاختبار نقاط الاختبار نقاط الفروض والأكثر الأكثر على العمل عمل دخل القسم والسلوك تكثيف هكذا لقاءات بين الأساتذة وأولياء التلميذ أمر لا بد منه للوقوف على تحسين مستوى التلميذ طيب مشاهدين لمناقشات وإثرا نتائج الفصل الثاني بالنسبة لطلبة الباكالوري التي تم تسجيل نتائج كالفية بعد أيام أو أسابيع قليلة تفصلنا عن شهادة الباكالوري نسعد باستضافة الأستاذ عبد الحكيم زيتوني المستشار التربوي صباح الخير سيدي كذلك نسعد باستضافة السيد عزدين زروق الأمين العام للجمعية الوطنية الأولياء التلميذ صباح الخير أستاذ صباح النور بارك الله فيك أكتب شكرا لك بداية نستهل معك سيد عبد الحكيم زيتوني نتائج الفصل الثاني ومرحلة أولية ومرحلة ابتدائية للفصل الثالث اللي اتصلنا عليه حوالي شهور قليلة خاصة نتحدثنا عن فئة طلبة الباكالوريا لليوم شهدنا الأولياء كانوا مستئين نوعا ما لهذه النتائج في اعتقادك لماذا من يتحمل مسؤولية هذه النتائج التي أثرت جدل وسط الأولياء بسم الله الرحمن الرحيم جمعة مباركة للجميع شكرا لك أولا ما نقوله إحنا كارثية لأنها لماذا لا يعكس نتائج سنة الثالثة خاصة سنة الثالثة نوم اللي ما ماشي يحضره ما ماشي يحضره دروس أو يرحوا دروس خصوصية أغلبية في المؤسسة تحدى أي مؤسسة يقوله بالسنوات النهائية يحضر ما ماشي يحضره تمام الأغلبية ما ماشي يحضره ويستعملوا دروس خصوصية ودروس الدعم يعني يقوله ما هو شي كامل ولكن هذا لا يعكس النتيجة لأن لو نشوفوا النتائج تعمل المدرسية تحمل يعني الإنسان تختار ما بين مؤسسة إلى مؤسسة أخرى يعني كل مؤسسة عند التقالي التوحى ويختار ما بين قسم إلى قسم أخر حسب الأساتذة أكثر حسب النشاط التلاميذ حسب تحكم الأساتذة في الدور في الأقسام إلى آخر يعني أنا كنجي نشوف مؤسسة ما نلقى قسم هذا نتائجه أحضر من قسم أخر لماذا؟ لأن هذا القسم عنده أساتذة قدامة شوية يعني طاحلوا مظهرهم والأخرين عنده أساتذة جدد تلقى نتيجة أو التلاميذ هنا نوجباء أخلاق متربيين كداي يسمعوا الدرس الأخر فوضوي إذن تختل ما بين مؤسسة مؤسسة أخرى قسم وقسم أخر وتلاميذ اللي أخطعش ما يقعش على الأستاذ أعتق الأستاذ قال لا نتائج ما يش مليح الأستاذ ما وش مليح لا أستاذ يمكن يكون مليح التلاميذ يكون شوية ما يراجعش دروس ما يخدوش بعين الاعتبار دروس داعهم مراجعة إذن هذا ما يقولوش كارثية فيه تحصل فيه بعض المؤسسات راهي راضية على النتائج ثوحة وبعض المؤسسات الأخرى ما يش راضية لأنه عندهم نقص بالتأطير أولا في أستاذ أستاذ جدد كان يخرجونهم بالزاب متقاعد جاء أستاذ جدد عندهم نقص بالخبرة إذن هذا النقص بالخبرة تلعب دور يعني هناك تفاوت ما بين المؤسسات التربوية ليس كلها لكن هناك بعض سيد عبد زدين زروق سيد عبد الحكيم زيتوني كان أشر إلى نقطة أنه كثرت الغيابات في الأقسام النهائية والتوجه نحو الدروس الخصوصية كان بين الأسباب ممكن التحصيل الدراسي خلال هذا الفصل الثاني كان سيد زيتوني قال ما نقولش كارثي كل ما بين المتوسط دون الوسط في اعتقادك لماذا نجد أن الدروس الخصوصية أصبحت تعوض الدرس الذي يلقى في الأقسام وهناك نفور الكل يقولك أني مقبل على شهد البكالورية أعتمد على الدروس الخصوصية بإمكان المراجعة أكثر الحل كثير من التمارين اللي ممكن أنها تساعدني أثناء شهدت البكالورية في الحصول على نتائج جيدة شكرا لك بارك الله فيك صباح الخير وصباح الأنوار لكل مشاهدين هذه الحصار شكرا لك مكرهون أخوك لبطل في هذا الأمر هذا لما نتكلم عن النهائي خاصة النهائي طبعا إذا كان التلميذ يشوف بأن المصير التعامل مرهون ببكالوريا وبالتالي فهو أو عارف بأنه في المشرح يأخذ القسط الكبير من المعلومات على مستوى المؤسسة التربوية وبالتالي يلجأ الأولياء يلجأون إلى تسجيل أبنائهم في الدروس الخصوصية هذا شيء طبعا نجمع نقول لك هنا بأنه شيء طبيعي بالنسبة لأي إنسان ليعنده طموح بشيء يتحصل على شهادة الباكالوريا لكن المشكلة نرىها موجود ونرىها موجود في قضية المؤسسة في حد ذاتها لما نرجع إلى المؤسسة بأنها أصبحت المؤسسة مع أنتها ما تلبيش رغبات التلاميذ مع أنتها لو أن التلميذ مع أنتها سيب المبتغى التاع والمطلوب التاع إذا كان صح التعبير نقول من التواطئ أو لا شيء من هذا مع أنتها من طرف الأساتذة أنهم بعض سمحهم الله مع أنتها كأنهم مشعب في ذلك المصطلح يمرون مثلا المرور الكرام على الدرس إذا كان في حدثنا في المواد لرح يدفع تلميذ الحساسة بالنسبة لتلاميذ بعدها يقول لتلميذ بإمكانه أن يتجه نحو درس خصوصي لتنقي الدعم أكثر فاكثر هذا وشيء المشكلة وهنا مع أنتها غياب الضمير إذا صح التعبير نقوله بأنه أنت أستاذ راك تقدم فيه درس ودرس مهم بالنسبة للتلاميذ ومع أنتها ما تقدموش بالوجه اللائق واللازم ولا تشبع نهم تعلق التلاميذ وبالتلاميذ راح يبحث لدرس خصوصي هذا هو المشكلة مع أنتها على مستوى المؤسسة وكانت هناك بعض التدابير من أجل إيجاد حلل لهذه القضية وهي دروس الدعم على مستوى المؤسسة ونشب أن كثير من المؤسسات إلا من أقول أغلبها مع أنتها مشارات ما تتعامل بقضية دروس الدعم ما يشتوفر دروس الدعم للتلاميذ على مستوى المؤسسة مؤسسة بعد الساعة الخامسة رأي ستصبح مع أنتها خالية خالية على عروشها ليس هناك أساتذة ليس هناك تلاميذ والمطلوب والمفروض بأن هذه المؤسسات تستغل مع أنتها خارج أوقات الدراسة وكما قال الأستاذ طيب سد زيتون النقطة التي أثرها عزدين زرو كيف بإمكان أن نطبق على أرض الواقع الأستاذ عنده الحق فيما قاله ولكن لو التلميذ شاب المؤسسة فيها أساتذة أكفاء رح يروح الدروس خلصية يخلص دراهم ويخلي باطل كي شاب رحوا بللي ما رحش يتحصل باكل وكان يبقى تم شاب لي أستاذة يختلف كي شاب بعض الأستاذة يعني يشوفهم من أمانش أرض الواقع أرض الواقع تشوفوا تلاميذ يحضروا بعض الأستاذة أستاذة يقول لك لا لا أنا أستاذ هذا جديد ما يعرفش ما نفهم عنده نروح نشوف أستاذ ندفع مقابل رغم كي مع التلاميذ ساكن رغم محدودين دخل أولياء وشوفوا بالأولياء ممكن يقصروا على حاجات ضمانا لأدروس الخصوصية هناك تبحيات هذه اللولة تاني الدروس الخصوصية بش كون على بالكم أن الدروس الدعم هذا مولاهم يجيبهم الأستاذة يجيب أي وعد ما هو كما نقول إحنا جايح يجيب واحد ما يعرف شي يقرب بش تلاميذ يخير أحسن الأستاذة كان متقاعدين كان يشوفوا يسمع به باللي كامل يعترف به مبتشين يقولوا روح قرر لي التلاميذ ونخلصك مثلا والتلاميذ كيشوفوه ما شاء الله يفهموا عنده كذا يجو يدفعوا دراهم يقولك ما ليش أنا نفهم عنده هذا مثلا إذا كان هنا لازم طريقة تغير لازم المزارة لابد من عدد حيكة ما يتعلق بهد ضبط للموعيد الدروس الدعم الدروس الخصوصية يلقى الدروس داخل الأقسام خاصة يتحدثنا عن طلب المقبلين على امتحانة مصرية يتحدثنا عن شهادات تعليم متوسط شهادات البكالورية كلها شهادات حساسة لابد من مراعاة كل جوانب حتى نضمن للتلميذ السيرور الحسنة والمناخ الملائم اللي يخليه يعطي أكتر فأكتر سيدة مجدا أحنا نقوله الوزارة تقول دعم داخل المؤسسات تلميذ ما جاكش في الدروس الرسمية تاعه ما وش يحضر يجيك بالدعم شوفوا الدعم أنه عناصر فقط أستاذ العزدين زروق في مؤسسات تربوية هل الدعم يلقى رواج مثل الدروس الخصوصية لا نشوفه موسطة التلميذ المشكلة كما قال الأستاذ ما حتى في الدروس الرسمية ما يحضره لماذا لأن ما يقنعك الأستاذ اللي راه ما يدير هذه الدروس تاع الدعم لكن المطلوبة هو أنا نعرف مثلا كان جمعية متقاعدة تربية ما يقدموا خدماتهم للوصاية قال باللي إذا كان إحنا مازال قادرين نمده إلى التلاميذ نديره صيغة معينة وفتحونا المؤسسات وهذا أسات إذا قدامة وعندهم خبرة وعندهم قدرة وعندهم ضامير حي ما زال ما هونش من الناس اللي يطلبوا أموال ولا يجريوا من وراء الثارة وإنما الهدف التحم هو أنهم يضعوا خدمتهم والتجربتهم والطاقات تحم في خدمة التربية الوطنية ما هم موجودين لابد فقط أن نبحث عنهم وأن نفتح لهم الأبواب اليوم إذا كان المشكلة وراه ما هم تكون صراحة ما هم كثير من إطارات التربية ما يكسروا لرأسهم ما كان مشاكل في القسم ما كان غيابات ما كان كيف فهمنا القاضية والرأي بمعنى كأنه هنينين هنينك هذه المشكلة ما كاش هذه الرغبة ما كاش غياب ضمير المهاني أنا المهم أنا بالنسبة لياه التلاميذ راحوا ما عندي مش مشاكل نتهنى ما أنتها كأنه تهنى من المشاكل وهذا ما هذا ما يخرج معناتها إلى شاطع الأمان هذا ما يبنيش التربية هذا ما يخدمش قطاع التربية ما يخدمش التلاميذ ما أنتها كأنه نار أنا ما نيش عارف بدون ضمير المهم أن نتقاض الراتب التاعي حتى بعض الأساتذة سامحهم الله ماذا بي هنا ما يجيوهش تلاميذ قال لأني جيت مصر التلاميذ يمضي والراتب تاعه مضمون وانتهى الأمان هذه المشكلة المشكلة تكمن هنا نشوفوا بأنه اليوم الكل يتحمل المسؤولية أنه التلميذة تحصل على هذا النتائج بداية من المؤسسة التربوية إلى الأساتذة إلى كل حتى التلميذة رغم ساهم بطريقة أولا بأخرى لما يتساهل ويتماطل سيدة مجد هناك ثانويات بالأسماء مثلا ثانوية في صحة أولا الأسبوع الأخير غياب تام لكل الأساتذة بدون استثناء كلهم غابوا عن المؤسسة هذا أمر لابد أن يتساءل أصحاب الشأن كيف وصلنا لهذا المرتبة تلميذة يشتكيوا يبكيوا كما قال أصحاب الدخل المحدود يقول لك أنا إذا كان اللي لابس عليه يروح يدير درس الخصوصية وإحنا ما هو ذنبونا ما هو علش علش الأستاذ ما هو موجود في المؤسسة هذا السؤال لابد أن يطرح هذه الغيابات الجماعية هذا هو المشكل إذن لابد من إيجاد حل وتكون لكسارة ما في هذا القضية السكوت السكوت عن هذا الأمر متى شيء خطير ورنا رايحين بقطاع التربية أكيد دايما ننتحط عن الأستاذ وكيفية أسلوبه في تعامله مع التلاميذ اللي ممكن في بعض الأحيان تكون أو في كثير من الأحيان تكون كعنصر تحفيز لكن على النقيد ممكن أنها تكون عنصر يؤدي إلى السلب وفي عطاء هذا التلاميذ نستعرض التقرير التالي اللي تحدث عن هذا الموضوع أين تعد الملاحظات المقدمة من خلال كشوف النقاط محل اهتمام التلاميذ وأوليائهم على حد سواء لكن وعكس الملاحظات التشجيعية قد تكون الملاحظات السيئة سببا في تراجع مستوى بعض التلاميذ جمال الدين بوشا يضعنا في الصورة من خلال هذا التقرير خلف كل النتائج التي تحصل عليها تلاميذ الأطوار الثلاثة تقييم خاص بالأستاذ يندرج فيه كل ما تعلق بالسلوك الموضبة والمراقبة المستمرة علاوة على النتائج المحصلة لأخذ الحيطة والحذر يعني في الفصل الثاني يعني نقولوا ممكن إذا كان سلوكه في القسم أو يأثر على سيرورة الحصة في القسم نقولوا حذاري السلوك يعني هذا الملاحظة يأخذها الأولياء التلاميذ بعين الاعتبار يعني باش يعرفوا كفيش يتعاملوا مع التلاميذ كما نقولكم الملاحظات الحسنة نقولكم الملاحظات سيئة صديقي والحبيبي من أهدالي عيوبي نحن نقول الحقيقة ما نكذبوش على أولياء في آخر سنة يتفاجئوا بنتائج سلبية كان تلاميذ صعب باش توصلهم المعرفة كان تلاميذ اللي ميخلكش حتى تدير الدرس تاعك اتهام التلاميذ بكثرة الكلام التشويش وتدني المستوى موقف قد يؤثر بالسلب على سلوكاتهم أكثر مما يرسم للأولياء مستوى أبنائهم فيما قد يحفز عامل التشجيع المتفوقين الملاحظة الملاحظة ديركت سابع سالسيانا باكسير سوى الألف دونك هذه الملاحظة تقعد خاصة بين ديركتما لبنائهم والأستاذ تلميذ كما تقبلش الملاحظة تقدر تدور عليه كالكو سوى الليلو المعاركو والاپريسياشن المؤلم ديمن عندو حق يحدر يحدر ديراليك تعرف مخدمك دك باستانا ما نجمش ناپريسي المؤلم باش دار الملاحظة الملاحظات التي تتبع نتائج التلاميذ ما هي إلا صورة لعملهم الدراسي كذلك هي رسالة الأساتذة لأوليائهم في كلتا الحالتين مطلوب من هؤلاء أخذها بعين الاعتبار وإن كانت سلبية حتى طيب مشاهدين العنصر الثاني أو المحور الثاني خلال النقاش نتعلق دائما بشأن التربوي والنتائج كيف يمكن الأساتذ أن يسهم في رفع مستوى التلاميذ نعود لك مرة ثانية أستاذ عبد الحكيم زيتوني كما سمعت لها تقريب كذلك أستاذ عزدين زروق الملاحظات هل لابد من دراسة هذه الملاحظة ولا تكتب مباشرة ويتلقها التلاميذ قد تنعكس سلبا وقد تنعكس إيجابا لا أولا أستاذ لازم يكون علاقته مع التلاميذ تربوية محظة ما يخرج خارج النطاق تاعة الكلام الزائد أو كي الملاحظات تكتبها هذا يدخل بتكوين كي بعض الأساتذة ما يشكل من حاملة شهادة من نجح في المسابقة يقدر يقرر لازم يتكون ويدرس مادة علم النفس تربوي علم النفس تربوي هذه هي علاقة كيف التعامل مع التلميذ الأستاذ يعلمه ويكونه كيفاش التعامل يعني إذا كان رد فعل التلميذ كيفاش تلازم التعامل كذا إلى آخره لأن الأستاذ إذا ما تحكمش في الانسامبل القسم ما يقدرش يؤدي الدرس دعوه مستحيل إذن كين بعض أساتذة يتحكموا الدرس ولو تسمعيش أح ما تسمعيش وكين بعض الآخر فوضة عارمة ما يقدرش يد أخر هنا تلقى ما بين الأستاذ هي في تحكم التلميذ وفي إعطاء الكلام التربوي التلميذ لما يشوف الأستاذ دائما عنده كلام تربوي إيه 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 لكن إذا كان كل تخيق حش السمع يح ما لا خاصة هذه الألفاظ الألفاظ أو الكتابة أو الملاحظة ماذا مليحة هذه اللولة تانيا طيب كم بإمكانه أن يوصل الرسالة أنه مثلا تلميذ مشوش تلميذ لا يهتم بدروسه دون ذكر دون ذكر الملاحظة هل لابد أن تكون هذه الملاحظة مباشرة إلى ولي التلميذ أم أن التلميذ لابد أن يكون على دراية بما يقوم به داخل القسم ولو حتى ملاحظات من طرف أستاذه قد يتقبلها وقد لا يتقبلها الأولين من لموش الأستاذ على كل الأولياتين كانت من دور أنا ولكن أنا أوليدين نهاركا من يشوش 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 هم بعدها من درواله كولي أمر هم الأستاذ يجي لك يقول لك يستدعيك على الأستاذ على الأولياء متابعة أولادهم في المؤسسات وعلى الأستاذ يستدعى الأولياء في معظم يشي يخضي نهاية الفصل ويش يقول له أوليدك مش شوش يقول له ألي اللولة ثانيا أنت يلعب مولدك مع الأخر حتى ملاحظة تأتي شويش ما كانش في البيتة ما كانش وتقول له تأوليدك ما ومشي لا أنت ملاحظة جيدة مع الأخير تقول له تأوليدك ما ومشي لا الإنسان يابد الأستاذ أن يتابع التلاميذ وهو المسؤول عليهم داخل القسم لازم يحطوهم على التربية لأن أصبحت الآن يعلم الأستاذ يعلم ولا يربي مجرد يلقاء الدرس ومن بعدها ما تكون لازم نتابع طيب أستاذ عزدين زروق في هذه النقطة التي أطارها قال لأستاذ عبد الحكيم زتوني كذلك الأولياء يتحملوا كجزء من المسؤولية لا نقول فقط أن الأستاذ لما يقدم هذه الملاحظات سيكون هناك نتائج إيجابية وتكون نتائج سلبية تقبل من عدم تقبل لدى التلميذ هل جمعية أولياء التلميذ ستلتمس أن الأولياء لديهم اهتمام عندهم حس بما الأولاد vindحم داخل المدارس على اختلاف عمارهم إلى غير ذلك اليوم هل الولي التلميذ رههم مهتم بما رهي مارسوا التلميذ داخل القسم هل الولي يجي المؤسسة يسأل إلى غير ذلك شوف إذا كان الولي لا يهتم من الذي يهتم من الذي يهتم اليوم نرى كان بناء تأني جدار بيرلين الذي هدم في ألمانيا اليوم أعود بني ما بين الوصاية أو الإدارة أو المدارة بعض المدارة سمحهم الله وأولياء تلميذ هناك صدود عدم التفاعل ما بين هذين الطرفين الأساسيين في العملية التربوية ما ننجمشنا نكون عندي قدرة إيصال معلومة وتربية ناشئة بدون أن تكون عندي علاقة طيبة ووطيدة وكاملة ما بين الأستاذ وما بين ولي التلميذ كل يطيني المعلومة على هذا التلميذ الذي سيقرر فيه هو أبوه هو أمه لكن لما نجي ونصيب الأستاذ إما غايب إما مشغول إما ما يطينيش وقت باش يستقبلني كيفاشنا رح يكون هذا التواصل هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو مهم جدا وهو أنه هناك ما يسمى بالمستشار التوجيه مستشار تربوي هناك طبيب نفساني تربوي داخل المؤسسة وش رام يديره رام يديره حاجة واحدة فقط عنده عشرة عنده تسعة يوجه كذا يوجه كذا رام يخدمه مع الأرقام ولا يتعاملون مع نفسيات التلميذ هذا هو الأهم أنا في المؤسسة التربوية مرانيش محاسب ونتعامل بالأرقام تعني قطع التلميذ باش ندير هذا وكذا وإنما أتعامل مع النفوس الرب النفوس على هذه الإطارات المتوجدين داخل المؤسسة التربوية نقول لهم نوجه لهم نداء ونقول لهم بللي عندكم عينة من التلميذ هذا مشاكس هذا كذا هذا حالة اجتماعية هذا متأخر عقليا على خلف حالاتهم الاجتماعية نعم نعم وهذا هو العمل التعي الحقيقي باش نساعد الأستاذ داخل القسم وندير حصص توجيهية وتربوية لهؤلاء التلميذ أنا ماشي نتقاض الراتب التاعي ونخرج بدون أن أقوم بدون أن أؤدي مهمة تربوية لازم نأدي ونساهم في تحسين التامدرس هذا هو الشيء المهم داخل المؤسسة التربوية والمهم الأكثر من كل هذا هو رفع من مستوى التلميذ ما يبقاش تلميذ في مستوى معين في زاوية معينة لا بد أن يكون هناك دف حتى الأستاذ يساهم فيها بكثير اليوم المشكلة وراه هو أن التلميذ مشاكس مجلس تأديبي الطدو كذا كذا هذه أصبحت مؤسسة عقابية وهذا ما هوش هذا والدور التربوي الدور التربوي هو المساهمة في تحسين التامدرس التلميذ ونرفع من المستوى نحن لما اليوم نشوفه بأن جمعية الأولياء التلميذ ميخلوهم شيء يأسوا جمعيات ونعرفين بأنه نحن كجمعية وطنية الأولياء التلميذ حابين نساهمه من أجل ماذا؟ من أجل تحسين مصلحة التلميذ لكن لما تصيب ذلك الجدار وواحد يقول لك أنت ما عندك شاعتماد وواحد يقول لك أنتما جغل المصارح الخاصة تتاكم أنتما كذا ما كاش نواية حقيقية من أجل التعامل مع أولياء التلميذ إذن الأسرة التربوية اليوم رهيش متماسكا نشوف بأن هناك صراع نحب نبني صراع وهمي ما بين الأساتذة ما بين الإدارة والأستاذ ما بين الأستاذ والأولياء ما بين الأولياء والمدير هذا الصراع الوهمين لازم نقضيه عليه ونعرف بأنه إذا حبينا نرفعه من المستوى لابد أن تتعامل الأسرة التربوية كأسرة حقيقة يكون هناك تواصل ما بين كل الأطراف جزيل الشكر لك سيد عزدين زلوق الأمين العامل الجمعية الوطنية لأولياء التلميذ على كل التفاصيل والتوضيحات التي قدمتها كذلك الشكر موصول لسيد عبد الحاكيم زيتوني المستشار التربوي شكرا لكم وجمع المباركة الله يبارك فيك شكرا